إلى تعظيم الاستفادة منها جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الموقع الإلكتروني تحضيرا للأسبوع العلمي الزراعي الإفريقي الثامن والذي سيعقد أكتوبر القادم لأول مرة في مصر ومنطقة شمال إفريقيا أعلنت وزارة الزراعة عن استضافة أسبوع المؤتمر العلمي الزراعي الإفريقي الثامن فارى في أكتوبر المقبل وذلك بهدف فتح أسواق جديدة مع الشركاء في القارة السمراء وزير الزراعة عز الدين بستيت أعلن في مؤتمر صحفي أن الأسبوع العلمي الذي يُعقد على مدار أربعة أيام سوف يشارك فيه 22 دولة أفريقية و1500 ممثلين عن دول أخرى لجمع الأطراف المعنية بالعلوم الزراعية الإفريقية عمليات التصنيع الزراعي ستكون أحد المحاور الهامة في هذا المؤتمر من أجل تنمية اقتصاديات الدول الإفريقية وزيادة عوائدها من تصدير المنتجات الزراعية فضلا عن تأفير فرص عمل في المناطق الريفية التي يتم فيها إنتاج هذه المواد الغذائية أو المحاصيل اليوم نشهد حدثا تاريخيا في مجال الزراعة ونحن هنا لمشاركة في الإطلاع على إنجازات وزارة الزراعة وخبراتها في إنتاج المحاصيل خاصة في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقية وعلى هامش أسبوع المؤتمر سوف يتم تنظيمه معرضا لتبادل الخبرات والمنتجات فضلا عن مناقشة خطة التوسع في الاستثمارات الزراعية في القارة الإفريقية العديد من الدول الأفريقية سوف تشارك في هذا المعرض وسوف يكون هناك تبادل لأحدث التقنيات الحديثة في الزراعة ومن الضروري أن نهتم بالزراعة والتنمية الزراعية لأنها تبني اقتصاديات الدول أولا حيفتح أسواق في الدول الأفريقية للمنتجات المصرية وده اللي بيعنينا من إقامة معرض على هامش المؤتمر حيبقى فيه فيلد تريب على هامش المؤتمر للمعنيين في الأكتيفتز المختلفة يعد أسبوع المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات بوابة لخلق شبكات تواصل بين الدول الإفريقية والقاهرة خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وهو ما يدعم العلاقات المصرية الإفريقية استضافة مصر للمؤتمر العلمي الأفريقي الزراعي الثامن يفتح أفاق جديدة ويمد جسور التعاون مع القارة الإفريقية ويعد فرصة كبيرة لزيادة التبادل السمكي والداجني والزراعي وهو ما له نعكسات إيجابية على تحقيق تنمية زراعية كاملة محمد الخطيب النيل